أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم خافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعجنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسراء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قده وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنوات إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن الرحمن من شيء إن أنوات إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنته لنرجمنكم وليمسسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه توجرون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي غلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أن رزلنا على قومه من بعده من موجود من السماء من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزهون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القول أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محبرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حقا فمنه يهلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى رعادك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تذلك القمر ولا الليل صابق منها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعج غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أرهم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تونسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعضنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محبرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبليا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كن وتم توردون إصلوها اليوم بما كن وتم تدفعون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعيونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من وكان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أما خلقنا لهم من مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون وذولا ما ها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهود محضرون فلا يحزوك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرمي موساس أن ما خلقناه من نطفة من من نطفة وفإذا هو خصيم مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أن واشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضر نارا من الشجر الأفضر نارا فإذا آتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بطادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم